الـ Data Structure المخصص الثاني بعد ما تكلمنا بالفيديو السابق عن الـ Stack هو الـ Queue الـ Queue يشبه الـ Stack من ناحية أنه يتكون أيضا من Index ويتكون من Array هذا الـ Data Structure اللي عبارة عن Data Structure مخصص مثل ما شفنا بالـ Stack يختلف عن الـ Stack بأنه الـ Queue يحتوي على نهايتين يعني شلون؟ احنا من حجينا بالـ Stack قلنا بأنه الـ Stack تخيلنا مثل الـ Array بس تصورناها بشكل عمودي حتى من نضيف items إلى هذه الـ Array راح تتكدس item فوق item هذا الكلام كان بالـ Stack وشفنا أنه الـ Stack كأنما هو عبارة عن نهاية وحدة يعني من نجي نضيف عناصر إلى الـ Stack راح نضيفها من هذه النهاية اللي استخدمنا بها دالة البوش ومن نحذف عناصر أو نستخرج عناصر من الـ Stack أيضا راح تكون من هذه النهاية باستخدام دالة البوب فإذن الـ Stack بنهاية وحدة نضيف العناصر إلى الـ Stack عن طريق هذه النهاية ونحذف العناصر من الـ Stack عن طريق هذه النهاية وكان أكوفد Index اللي إحنا سميناه شنو؟ اللي سميناه Top هذا الـ Index راح أقدر أعرف أنه هذا الـ Stack مليان أو فارغ أو إلى أي حد العناصر موجودة بيه وشفنا أنه التوب يزيد أثناء شنو؟ أثناء عملية الإضافة يزيد كل ما نضيف عنصر راح يزيد التوب ويأشر على المكان الجديد وفي عملية الحذف هذا التوب راح يصير لعملية نقصان Decrement حتى يأشر على المكان اللي قبله وهكذا هذا الكلام كان وين؟ كان هذا الكلام بالـ Stack الآن اللي عندنا هذا الـ Q الـ Q نتخيله مثل أيضاً Array راح تحتوي على مجموعة من العناصر مثلاً إذا كان هذه الـ Array خلن نقول حجمها مثلاً أربعة إذا كان الـ Size عندي أربعة إذن الـ Index ما أتي هو 0, 1, 2, 3 هذه أربع أماكن نقدر نسويها Array بالـ Q عندي 2 Index يعني هنا بالـ Stack جا عندي بس التوب هنا عندي 2 ليش عندي 2؟ لأنه بالـ Q أكون عندي نهايتين هذه النهاية مننا العناصر راح تدخل من هذه النهاية اللي هي الـ Rare اللي هي Rare معناتها الخلفية أو النهاية والـ Front اللي هي البداية أو المقدمة فبالـ Q فرق الأول عن الـ Stack أنه يحتوي على 2 Ends يعني عنده Rare وعنده Front بينما الـ Stack عنده بس التوب فإذا ما دام عندي نهايتين فأحتاج أنه يكون عندي 2 Indexes فأحتاج أنه يكون عندي 2 Indexes أول واحد شي يسموه يسموه الرير الرير راح يؤشر على النهاية وعندي الـ Front أيضاً هاي بالبداية راح يكونون قيمهم صفر فإذا بالبداية راح يؤشرون هنا باعتبار أول ما نبدأ ننفذ البرنامج هذا الـ Q راح يكون فارغ الرير يزيد الشوقت طبعاً هنا ثنيناتهم يزيدون مو مثل التوب التوب كان يزيد عملية الإضافة وينقص في عملية الحذف بينما هنا ثنيناتهم يزيدون الرير يزيد في عملية الإضافة يعني شلون؟ يعني من أريد أضيف عنصر هنا مثلاً أضيف حرف A راح الرير يؤشر على الواحد راح يزيد ومن أجي أضيف مثلاً عنصر آخر مثلاً B راح يزيد الرير ويؤشر على مكان فارغ وهكذا إذن الرير يزيد دائماً أثناء عملية الإضافة والفرونت يزيد أيضاً يزيد أثناء عملية الحذف فالفرونت من أجي أحذف راح ينحذف منه أول شي عندي راح ينحذف الأي فمن يجي يحذف الأي راح يؤشر الفرونت وين عندي من الصفر راح يؤشر على الواحد الواحد إذن الفرونت عندي يزيد والرير أيضاً عندي يزيد الرير يزيد أثناء الإضافة والفرونت يزيد أثناء الحذف جيد بعد شنو الاختلاف بين الاستاك والكيوب يقولون الاستاك مثل ما قلنا الاستاك هو ليفو ليفو يعني شنو ليفو يعني last in first out last in first out يعني آخر عنصر راح يدخل هو أول عنصر راح يخرج يعني إذا هنا دخلت مثلاً a, b, c, d, e فآخر عنصر دخل هو الإي من أساوي بوب راح يساوي بوب المن اللي هو الإي اللي هو آخر عنصر دخل أول عنصر راح يخرج بينما عندي بالكيو لا الكيو يسمو فيفو شنو معنات فيفو؟ معناته first in اللي هو أول عنصر راح يدخل راح يكون هو أول عنصر راح يخرج فإذن الكيو هو first in first out هنا مثل ما شفنا ضفت الآي زاد الرير بعدين ضفت البي أيضاً زاد الرير فمن أجي أحذف الفرونت راح يؤشر على هذا الاندكس 0 من يحذف من يحذف أول شيء الآي اللي هو دخل أول شيء فfirst in first out وهكذا إذا أريد أضيف مثلاً هنا منه راح يزيد عندي راح يزيد عندي الرير راح يؤشر على ثلاثة أريد أحذف منه يحذف لأي انحذفة راح أحذف البي فالبي لأنه هي قبل السي هي راح تنحذف وراح يزيد الفرونت يؤشر على هذه وهكذا إذن اختلافات الكيو عن الاستاك أول شيء إنه الكيو بي two ends واحدة يسموها الرير وواحدة يسموها الفرونت واقلي كل ends امدكس يؤشر عليها الرير يؤشر على اثنيناتهم بالبداية يؤشرون على الموقع zero والرير يزيد في عملية الإضافة والفرونت يزيد أيضاً في عملية الحذف والاستاك يحتوي على عندكس واحد اسمه top يزيد في عملية الإضافة وينقص في عملية الحذف والاستاك هو من نوع last in first out والكيو هو من نوع first in first out هنا لدالة الإضافة والحذف هنا بعض ما يسموها push وبوب هنا نقدر نسميها push وبوب بس الشائع انه push والبوب دائماً تستخدم بالاستاك يعني تسمية دالة الإضافة push وتسمية دالة الحذف بوب دائماً تتعلق بيمن بالاستاك بالكيو اكو عدة تسميات يسموها مثلاً يسمون دالة الإضافة يسموها الانسرت يسموها الانسرت ودالة الحذف يسموها remove لتحذف لي عنصر وبعض المصادر يسمون دالة الإضافة يسموها انكيو بعض المصادر يسمون دالة الإضافة انكيو ودالة الحذف يسموها دي كيو مجرد تسمية احنا راح نسميها انسرت وريموف طبعاً ما يصير نسمي الريموف وبنسميها دالة ديليت ليش ما يصير نسمي ديليت باعتبار الديليت هو كيوورد محجوز في لغة السي بلس بلس راح ناخذه من نوصل الى موضوع الـ وقلنا احنا ما يصير نسمي اي ايدنتفاير باسم كيوورد فاحنا راح نسمي دالة الحذف نسميها remove ونسمي دالة الإنسرت دالة الإضافة عفوان نسميها insert جيد هنا مثل ما سوينا في الاستاك احنا قلنا ما يصير نسوي اذا كان الاستاك مليان كذلك بالكيو ما يصير نسوي insert والكيو مليان وايضاً بالاستاك من قلنا نسوي بوب اذا كان الاستاك فارغ ما يصير نسوي بوب فلازم شنو اذا كان فارغ تطلع لرسالة يقولي استاك از امتي وكذلك بالكيو من نسوي remove لازم ما يكون شنو عندي الكيو فارغ فايضاً راح احتاج عندي دالة الفل اللي سويناها بالاستاك ايضاً واحتاج دالة الامتي اللي راح يرجعوا لي اما زيرو او وان راح اجزلهم الكيو واما يرجعون اذا رجعت دالة الفل وان يعني الكيو هو مليان ما اقدر اسوي insert واذا رجعت زيرو يعني لا مو مليان بمجال بعد ودالة الامتي كذلك اذا رجعت واحد معناتها هذا الكيو فارغ ما يصير نسوي عملية remove واذا رجعت صفر معناتها هذا الكيو بمحتويات ونقدر نسوي عملية remove بس اهنان الشروط شنو راح تكون حتى اعرف انه هذا بدالة الفل اعرف هذا الكيو فل او هذا الكيو شنو امتي طبعاً بالنسبة للامتي دائماً احنا نعرف انه هذا الرير اللي هو الاندكس اذا ساوى الفرونت اذا ساوى الفرونت راح يكون الكيو شنو فارغ ما بمحتويات ولذلك احنا الكيو اول ما يبدي اول ما يبدي راح يكون الرير يساوي الفرونت راح ننطي initialization للرير نقول الرير يساوي صفر ونقول الفرونت شيساوي راح يساوي ايضاً صفر فمادام هما متساوي اذا هي الكيو شنو بفارغ اذا مادام متساوي الكيو فارغ من اجي اضيف هنا عنصر مثلاً اي هذا zero one two three ضفت الاي زاد عندي الرير اش قد صار الرير صار الرير يقشر على الواحد من احذف الاي ايضاً راح يزيد عندي الفرونت فمن احذف الاي راح يزيد الفرونت فهنا مادام صار الفرونت واحد والرير واحد انا حذفت الي اذا الكيو فارغ وهكذا كل ما اضيف واحذف راح يزيد الرير ومن احذف يزيد الفرونت اذا تساوت قيمهم معناتها هذا راح يكون الكيو empty اذا راح اذكر هذا الشرط راح استفاد منه وين في دالة الامتي زين اش وقت نعرف انه هذا الكيو صار مليان يعني بعد ما اقدر اضيفه حتى وين استخدمه في دالة الانسرت حتى اشيك اذا كان full او اذا كان بي مجال انه نخلي بي بيانات نقدر نقول اهنانه اذا الرير هذا قلنا احنا هذا الرير اش وقت يزيد يزيد بالاضافة فهنانه من اضيف عنصر يصير واحد من اضيف عنصر راح يصير وين اثنين اضيف عنصر راح يصير ثلاثة اضيف عنصر راح يصير اش قد اربعة اللي هو السايز السايز من راح نعرف السايز مال هذه الاري راح يكون اربعة السايز مالتها اذا اللي هو اربع اماكن من الصفر الى الثلاثة فمن يكون هذا الرير من الرير يوصل الى السايز راح يكون شبيل الكيو راح يكون الكيو متروسة العناصر بي فاذا هذا الشرط راح استفاد منه في دالة الفل وهذا الشرط الاخر راح استفاد منه وين في دالة الامتي والفل راح اشيك بها بالانسرت والامتي راح اشيك بها في دالة الريموف مثل ما سوينا بالاستاق تقريبا نفس المبدأ زين هسا خلي نجي نطبق هذا الكلام عملي ونشوف اشلون راح نبني الكيو بالبرمجة طبعا احنا نقدر ناخذ البرنامج اللي سوينا بالستاك ولانه نفس المبدأ بس نغير الشغلات اللي خاصة بالكيو بس هنا راح نبدي من البداية حتى نراجع البرنامج اللي سوينا اول شي عندي راح نبني الكيو طبعا قلنا مثل الاستاك الاستاك بما انه راح يتكون من الاستاك كان يتكون عندي اري وعندي اندكس اللي سميناه top وما دام هما data type مختلفين data type صح هما integers بس هذي اري وهذا simple data type اذا لازم استخدم structure ايضا بالكيو احنا نقدر نستخدم شنو نقدر نستخدم structure او نقدر نستخدم اري عادية ماكو فرق يعني دائما البرامج اكو اكثر من طريقة بكتابتها يعني ماكو بالبرنامج الى طريقة واحدة بالكتابة لا دائما نشوف الاستاك بي اكثر من طريقة الكيو بي اكثر من طريقة واكثر من مبدأ بناءه باستخدام structure او بس اري عادية والى اخره طرق كثيرة تعتمد على المبرمج ولكن هي الطريقة دائما تكون لازم تكون صحيحة المبدأ صحيح ومثل ما شرحنا دالة الانسرت دالة الريموف لازم تشتغل صحيح حتى تكون البرمجة مالتنا صحيحة اذا اول شي رح ابني هذا التراكت اللي هو كيو سميته طبعا عندي تو اندكس الاول اسمه فرونت مثل ما قلنا هذا الفرونت رح يزيد من اسوي وعندي عندي الرير اللي هو رح يزيد شوقت من انسوي شنو من انسوي انسرت والارايماتي اللي اسمها ايتم رح اسميها للسايز ورح احدد السايز فوق خلنا نخليها كاركتر هالمرة احنا استخدمنا بالستاك استخدمنا انتجار وقلنا ندخل ارقام هسه خلنا نجرب ندخل حروف حتى تكون اوضح بالنسبة انه انا ما دام استخدمت السايز اجي عرفه بهذي جملة البري بروسيسر اقول ديفاين السايز مثلا عشرة او مية او شكرا ما تريد يكون حجم كيو ماتتك هنا راح نسوي اربعة حتى شنو الاختصار حتى برنامج مالتنا التنفيذ ما تكون بسهولة نقدر نضيف العناصر ونحتف العناصر حتى نشيك الاستاك من يصير فول ونشيكه من يصير امتي ونشوف شنو المشاكل اللي راح تواجه هنا بهذا البرنامج بعد ما عرفت الستركتر لازم تعرفه لفد إنستنس نقدر هنا نعرفه إنستنس مالتنا كيو او نقدر بالمين هنا نكتب مثلا كيو كيو يعني هذا حرف الكيو هذا حرف الكيو راح يكون نوعه شنو كيو والكيو هو شنو هو اما هذي الطريقة او هذي الطريقة ماكو فرق فبعد احنا بالبرنامج ويامل راح نتعامل راح نتعامل ويا هذا الانستنس مال هذا الستركتر اللي هو اسمه كيو بالاصل زيان هسه انتهينا من شنو انتهينا من تعريف الكيو هسه راح نبدي نعرف الدوال هاي بعد ما نحتاجها راح نعرف الدوال الخاصة بالكيو راح ابدي اول شي بشنو راح ابدي بدلة الانسرت ودالة الانسرت تتعلق بدلة الفول بعدين نبني دالة الريموف وتتعلق بدلة الامتي ونحتاج دالة ايضا لتباعة محتويات كيو فراح ابدي هنا راح ابنيها جو المين فراح اكون احتاج مثلا اقول انسرت اسميها الدالة الاضافة اكيد راح ادزلها لكيو وادزلها الرقم اللي اريد اضيفه اذا هذه الدالة راح اضيف عفوا الحرف احنا راح نضيف حروف بالاراي فهذه الدالة راح تستقبل شنو راح تستقبل كيو راح تستقبل كيو راح تستقبل راح تستقبل ايضا شنو تستقبل اه مثلا خنسميه لتر خنسميه لتر ومر راح ترجع ليشي ليش لانه هذي دالة الانسرت مجرد راح اضيف هذا اللتر وين بالايتم بالمصفوفة ما الايتم اذا ما دام انا اذكرت هاي الدالة تحت المين احتاج اعرف لها بروتو تايب وين فوق المين والبروتو تايب يتكون من الريترن تايب واسم الدالة ونوع البيانات اللي راح تستقبلها اقدر اذكر بس النوع ما قدعي اذكر اسم البيانات وفارزة منقوطة وهنا ايضا ما قدعي اكتب لكيو مجرد اقول اه راح ادز تركتر هو اسمه كيو وطبعا مثل ما تعلمنا بالستاك انه بالانسرت هو الريموف راح ندز الستاك باي رفرنس ما راح ندزه باي فاليو حتى اي عمليات اضافة راح تصير راح تأثر عليه وبينما بالمت والفول والبرنت فما احتاج ادز باي رفرنس مجرد اندزه باي فاليو اذن هذا البروتوتيب ماد دالة الانسرت ماتي راح نجي على هسه شنو بناء هذي الدالة خلنفرض انه انا استدعيتها من المين بعدين راح نكتب المين هنا خلنكمل الدوال مال الكيو بالانسرت عندي شنو اول شي اشيك لازم انه هل انه هذا الكيو مليان حتى اذا مليان اعرض رسالة اقول يا ابا هذا الكيو مليان لا تضيف له فلازم اول شي اختبره فإف ودالة الاختبار راح نسميها فل وادزلها الى كيو اللي انا دزيتها من المين ادزل هي وراح اتشيك اذا رجعت واحد معناتها مليان فلازم شاقول اقول اذا رجعت هذي الدالة واحد وهس راح نبنيها دالة الفل اذا لا يعني شنو لا يعني رجعت صفر يعني هذا الكيو مو مليان اذا الكيو مو مليان راح اخلي بي منو راح اخلي بي لتر وراح اخليها بالايتم الايتم المن تابعة تابعة للكيو فالكيو دوت الايتم خلي بيها منو خلي بيها اللتر بيها موقع راح اخلي منو داي اشر عندي منو يشتغل ويا الانسرت الراير اذا الراير هو لازم وين يشتغل لازم يشتغل ويا الانسرت فخلي لي وين داي اشر عندك الراير بالايتم هاي المنصوفة خلي لي اللتر اللي دا زيته انت من المين وفارزه منقوضة وايضا ما ننسى لازم قلنا انو من الراير لازم من عملية يضيف فد عنصر للاراي لازم يزيد شو وقت يزيد؟ يزيد بعد ما تضيف العنصر مو قبله لازم بعد ما تضيف العنصر يزيد الرير تقدر هنا تخلي ايضا في جملة منفصلة او تقدر في جملة واحدة انتهينا من دالة الانسرت هسا خلي نبني دالة الفول الفول راح ترجع لي شنو انتجر فاعتبار هي اما راح ترجع زيرو او وان اني شنو دزيت لها دزيت لها كيو هذي الكيو فاذا راح تستقبل ايضا شنو راح تستقبل كيو تجي تشيك دالة الفول احنا شنو قلنا قلنا اش وقت راح نعرف هذا الكيو مليان فاذا اف شنو الشرط قلنا اذا مليان من يوصل للرير اللي داي يزيد اثنان اضافة من يوصل للسايز يصير حجمه اربعة مثل ما شفنا بالمثال اذا هو مليان فارجع لي واحد اذا لا ما واصل الى السايز فاذا هو شنو ما مو مليان وبمجال انا قدر نضيف له فاذا يعني اف كيو دوت الرير يساوي السايز اللي هو حسب المثال اربعة او عشرة او مية حسب تحديد القيمة رجع لي واحد شنو يعني رجع لي واحد يعني انا راح اعرف انه هذا الكيو مليان يعني الراير ما يساوي السايز يعني اكو بعد بمجال لكيو فارجع لي zero return zero انتهت هذه دالة الفل فهس انتهينا من الانسرت وانتهينا من الفل هسا راح نجي على اليمن راح نجي على دالة الريموف الريموف انت تقدر مثلا طبعا خلينا ننسى نصعد البروتو تايب هاذي الدالة فوق المين لانه كتبناها احنا تحت المين فاخنخلي البروتو تايب ما للفل فارزة ما نقوطع وما نحتاج نذكر الكيو وراح ندز الكيو باي فاليو ندزة باي فاليو قلنا بالانسرت و بالريموف راح ندزة باي رافرنس زين خلينا نجي نبني دالة الريموف ودالة الامتي دالة الريموف انت بكي افكت تريد ترجع الكاركتر اللي راح تطلع من الكيو او تريد مثلا بس مجرد تحفه وترجع لك فويد فانت حسب اختيار المبرمج تقدر تخليها ترجع كاركتر وتطبع الكاركتر مثلا يقول لك اني حذفت فلان كاركتر فتخليها ترجع كاركتر او تقدر يعني يسويها فويد الريترن تايب مالتها وعن طريق هذا الدالة مجرد بس راح تزيد لك الفرونت ما راح ترجع لك الحرف اللي راح تطلع من الكيو فدالة قلنا اسمها ريموف ما يصير نسميها دليت ليش؟ ما نسميها دليت لاحظ الدليت صارت سودا وبولد باعتبار دليت هي كيوورد فما يصير نسمي بيها اي ايدنتفاير فراح نسميها شنو؟ راح نسميها ريموف هاي الدالة شنو لزيت لها انت؟ لزيت لها الكيو لزيت لها الكيو حتى تطلع من عنده شنو؟ تطلع من عنده عنصر زين قبل لتطلع منه عنصر لازم تشيك انت هذا الكيو ماتك فارغ لو لا فلازم تختبر الكيو تشوفه هل هو يعني فارغ او لا فاذا فارغ فنستلعي دالة الامتي ودزلها الكيو اللي لزيت لها اذا كان فارغ شي سوي حيطلع لك رسالة سي اوت يقول لك كيو از امتي يعني انت مراح تقدر تسوي اي عملية تحذف على هذا الكيو لانه فارغ اذا لا يعني دالة الامتي صارت فالس رجعت صفر اذا انت تقدر تحذف زين شون تحذف؟ تقدر تحذف انه بان تأخذ مثلا تخلي لتر هنا تعرف لتر اللي هو حيكون character car letter هاذا اللتر ما راح نستفاد من عنده لانه ما راح نرجع نقدر هذا بعدين نقول له return letter بس احنا ما نريد نرجع الحرف اذا تريد ترجع الحرف لازم تقول له لي وراء تقول له return letter وهذا تسوي ترجع لك character حتى الطبعة بالمين او تقدر هنا مجرد تاخذ قيمتها وتخليها تخزنها بالletter زين فسا كيو دوت الائتم فسان انا اريد احذف احذف منو اللي منو داي اشهر منو بعملية الحذفة اشهر front وش يصير به front بعد عملية الحذف يزيد بالعملية الاضافة الرير عندي يزيد عملية الحذف front عندي الزيد قيمته فارزة منقوطة اذا انتهينا من دالة remove هسا نبني دالة empty خلنصعدها وشيد prototype دالة remove صعدها لفوق خليه يجول insert هنا انا فارزة منقوطة طبعا هنا برد منو راح ندز باي رفرنس وهسا نبني دالة الامتي دالة الامتي هي ايضا ترجع انتجار باعتبار هي اما راح ترجع 0 أو 1 وراح تستقبل منو راح تستقبل الكيو وراح ندزل لها باي فاليو موقع داعي دزة باي رفرنس زين حسا راح نختبر شنو شرط انه هذا يكون الكيو فارغ انه من يتاوى الرير والفرونت يصيرون نفس القيمة اذا هو فارغ مثل ما راح يبدون بالمين راح يبدون اثنياناتهم صفر اذا الكيو فارغ من يصنوا اثنياناتهم واحد ايضا فارغ ثنياناتهم اثنيان ايضا فارغ وهكذا فاذن if كيو دوت الرير يساوي كيو دوت الفرونت معناتها شنو رجع لي واحد يعني ترى الكيو فارغ else رجع لي شنو return 0 اذا هذي دالة الامتي هذي هي دالة الامتي خلي نكتب البروتوتيوب مالدها فوق المين زي هنا طبعا عندي امتي لازم كيو وبالبروتوتيوب ماكو داعي اذكر الكيو هس خلي نسوي الدالة الخامسة اللي هي دالة الطباعة حتى كل ما انفذ اطبع محتويات الكيو حتى اعرف اش دي يصير داخل هذا الكيو طبعا دارة الطباعة رح ترجع void باعتبار هي بس رح تستقبل الكيو رح ادزل هيها من المين وراح شنو راح اطبع راح تستقبل الكيو اللي هو كيو شون راح نطبع الكيو راح نقول اول شي قبل انطبع مثل ما شفنا بالستاك لازم اشيك اقول اذا هذا الكيو هو فارغ فانت ما عندك فشي طبعا فايضا نقدر ندز الكيو المين الى دالة الامتي حتى نختبر اذا كان فارغ راح يطبع لي رسالة يقول لي see out كيو is empty اذا لا راح يبدي بهذه العمليات راح يبدي باللوب اللي راح يخلي يستخرج محتويات الكيو اللي بي بيانات قل نقدر نستخدم وائل نقدر نستخدم فورد اذا استخدمنا فورد اقول انتجار مثلا اي او راح اسميه هذا اندكس باعتبار يمثل الاندكس ما الكيو مين راح ابدي اني اذا الكيو كان بي معلومات راح ابدي من الفرونت اللي هذا قلنا يزيد اثناء الحدث الى ان اوصل للرير يعني يطبع لي العناصر اللي بين الفرونت وبين الرير لانه دائما الرير يزيد بالاضافة مثلا اذا ضفت الاربع عناصر راح الرير يصير مثلا للاربع يوصل الفرونت اذا حذفت عنصر واحد راح يصير الفرونت اش قد عندك واحد فانت من تريد تطبع المحتويات تبدي مين تبدي من الفرونت اللي هو واحد الى ان توصل للاربع الاندكس فدائما العناصر المحصورة بين الفرونت والرير تريد تطبعها فمن تريد تطبع عناصر كيو راح تبدي الاندكس مات تك من الفرونت الى انو هذا الاندكس مات تك يكون اصغر من الرير فتطبع العناصر المحصورة بين الفرونت وبين الرير وتزيد الاندكس بمقدار واحد هذه الفورماتيك راح تكون الستيتمت مالج راح تكون سي اوت كيو دوت الايتم المن للاندكس اللي انتدت زيده داخل هذه الفور وبعدين خلنا نطبع فراغ حتى لا تصير الاعداد متلاسقة وهنا راح تصير الاعداد ما الى كيو راح تكون بصورة افقية ما راح اخلي اندلاين مثل الستاك باعتبار الى كيو راح امثله مثل المصفوفة الافقية بينما بالستاك مثلنا مثل المصفوفة العمودية فهنا راح يكون عندي شكل افقي وهذه انتهت عندي الالس هنا الالس اعتقد ما راح تحتاج اقواس ليش؟ لانه هنا الفور هي statement وحدة يعني الفور هذه وهذه statement وحدة فالالس ما تحتاج اقواس لو كانت اكو بعد عندي statement هنا كان احتاج اقواس للالس فهذه دالة البرينت راح تشيك اذا كان امتي يعني هذا رجعت رو واحد راح تطبع لك هاي العبارة اذا رجع فولس راح تجي هنا تبدي فور من الفورونت الى ان الاندكس يصير اصغر من الرير وهنا يزيد بواحد واحد ويطبع لك محتويات مصفوفة الايتم بالاندكس وفراغ يخلي بين كل انصر خلي نكتب البروتو تايب ما للبرينت ايضا 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 راح ندزة وفارزة منقوضة هسا نجي على دالة المين مالتنا اول شي بدالة المين احنا بعد ما نحتاج نعرف انستنس ما لكي وليش لان احنا عرفنا بهاي الطريقة هذا هو الانستنس فهنا هنا مجرد انطي قيم ابتدائية المن بالمين اول ما ابدي لازم انطي قيم ابتدائية للرير و للفرونت مثل ما سوينا بالستاك انطينا قيم ابتدائية للتوب صالب واحد فهنا هنا اقول لكيو دوت فرونت يساوي صفر والكيو دوت رير ايضا يساوي صفر فبالبداية هو الكيو فارغ راح يقشرون اثنياناتهم على المكان الاول بعدين قلنا لازم اطبع فد رسائل لليوزر اطبع فد رسائل لليوزر حتى هو يختار مثل اقول اولا اذا اختارت رقم واحد فانت تجد سوي insert elements elements للكيو into محتويات هس اطلب منه انه شي يسوي اليوزر انه يخلي الاختيار ماته اللي له واحد له اثنين له ثلاثة له اربعة انتر انتر يور مثلا بعد ما طلعت له هذه الرسالة المفروض شنو المفروض اقرأ الشويس ماته بعد ما لدي انت لاين مفروض اقرأ اقول له اذا الشويس ما لليوزر رح يكون شنو انتجر لانه اذا داس كتب واحد رح تصير عملية انسرت اذا اثنين ريموف اذا ثلاثة برينت اذا اربعة اكزيت مثل ما سوينا ببرنامج الستاك اذا هذا الشويس لازم اعرفه شنو لازم يكون انتجر انتجر شويس هسه رح نجي هنا بعد ما ادخل طبعا هذا الحكي كله داخل المين هذا انخال تعليق حتى اعرف هذا القوس بعد ما ادخل اليوزر الشويس ماته اجي اختبر هذا الشويس اذا كان واحد واذا كان اثنين واذا كان ثلاثة بالافات زين واذا كان اربعة هنا اذا كان اربعة فاذن رح اخلي فد ويل هنا هذي الويل رح تبدي من ناوت انتهي هنا اخلي لها تعليق حتى اعرف اند او فايل اين انا عندي ما دام هذا الشويس اللي دخله اليوزر لا يساوي اربعة سوي لي كل شي رح اكتبه داخل الوائل. زين. اذا ساوى اربعة المفروض ما يفوت بالوائل. وان يروح يجي هنا. زين هنا شون اخلي يطلع عن البرنامج اقول لها. او استخدم دالة اللي موجودة بالهيدر فايل اللي هو من نوع اسمه بروسس. فاذا الريتين زيرو بس من اكتب ريتين زيرو بعد هاي ما يصير لازم اسويها انتجر. المين اذا اكتب ريتين زيرو لازم اصير الريتين تايب مالتها انتجر. زين. هسا راح نجي شنو? خلصنا من الحالة الرابعة. هاي عالجت الحالة الرابعة وين? عالجتها هنا. لانه الحالة بني دوس التشويس هذا يدخل اربعة ما راح يدخل بالوائل راح يطفر وان يجي للريتين زيرو ويطلع عند البرنامج. بقتلي بس هاي ثلاث حالات الاولى والثانية والثالثة. اعالجها داخل الوائل هنا هنا. فاقول له شنو اول شي اف التشويس مالتك يساوي واحد. اذا هو ش اختار? اختار واحد يعني يريد شي يساوي? يريد يساوي عملية انسر. اذا كان تشويس مالتك واحد راح اخلي هنا قوس وهذا التعليق راح يمثل لي مع الاف الاولى حتى لا اخربط بالاند اوف. اه. فرست مثلا خل نكتب فرست شويس. يعني هنا انا هاي انتهى اه من الاختيار الاول اللي هو اختار رقم واحد. زيان اش راح تسوي اذا كان رقم واحد المفروض اسوي انسرت. مثل ما سوينا بالستاك. خلي اسأل اليوزر انه انت كم عنصر تريد اضيفها بعدين ادخلها في لوب حتى اقدر اضيف اكثر من عنصر بالتنفيذ الواحد. فراح اطلع لها رسالة. اقول له. هاو ماني. هاو ماني. المنت. يو وانت. يو وانت. يو وانت. تو انسرت. علامة استفهام. اهنان ابعد. اه فارزة منقوضة. راح اقرى من عنده شنو اقرى منه التوتل. اللي هو عدد العناصر الكلي. توتل. اللي يريد يدخلها اليوزر. فلازم التوتل هنا ايضا راح يكون هو رقم. او انتجر. زيان. راح يدخل التوتل راح يقولي انا يريد ادخل مثلا ثلاث عناصر. اذا راح ابدي فور. راح استدعي دالة الانسرت ثلاث مرات. حسب التوتل. اذا قال لي اذا كان التوتل واحد يعني مرة واحدة راح تستدعى دالة الانسرت مرة واحدة. زيان. اهنان عندي شنو الفور راح تبدي مثلا انتجر اي يساوي صفر. والاي اصغر اه من واصغر ويساوي التوتل. اصغر ويساوي التوتل. والاي راح يزيد عندي مقدار واحد. زيان. بعد هذي الفور شنو اريد يتنفذ عندي? خلا نشوف اهنان اريد اتنفذ عندي الانسرت. يعني راح استدعي الانسرت. وادزلها لكيو. ادزلها لكيو. ومنو ادزلها لازم ادزلها الحرف. اللتر. فلازم قبل لها ادزلها شا سوي. لازم اقرأ اللتر. فهنا لازم اقول له سي ان. لتر. ليش لتر? لانه اني شنو عندي الاري. شنو سويتها الاري. سويتها من نوع كاركتر. فلازم هذا اللتر راح اصير مصفوفة مع الحروف. راح ادخل بهذا الكيو حروف. زيان احنا بما انو انا عندي اكثر من. لازم اخلي هاي الفور شنو بين اقواس. فراح يدخل قبل لهم اقدر اطبع لها رسالة اقول له سي اوت. مثلا. اقول له سي اوت. اه the element. اي. يعني ادخال العنصر مثلا. الاول. مثلا اخلي هنا انا ايضا فراغ. وفارز من قوطة. بعدها راح يقرأ اللتر. وبعدها راح يستلعي دالة الانسرت اللي بنيتها مسبقا. ويدزلها الكيو. ويدزلها الحرف اللي اني قريته هنا. اذا هذا شنو انتهى عندي اه شغل الشويس الاول. زيان. هسا اذا اريد اختبر الشويس الثاني. اف. اذا اختار هو رقم اثنين. اف شويس يساوي اثنين. فهناش راح يصير عندي. راح افتح الاقواس. ما لل if. باعتبار عندي اكتر من statement. هذا التعليق ايضا اجيبه هنا. end of second choice. هنا اذا اريد اثنين ايضا راح اقول له هنا نفس الكلام. اقول له كم عنصر تحذف ودخل total وراح ابدي فور. راح انسخ هذا الكلام هنا. بس هنا اقول له see out how many elements you want to remove. ليش? لانه الرقم اثنين مرتبط في عملية الريموف. راح اقول له اقرأ لي total. انا عرفت total. فور انتجر اي يساوي صغر اي اصغر اي اصغر اه من. التوتل اصغر او يساوي واي بلس بلس. وهي الفور راح تحتاج عندي اه اسوي رموف. هذي الفور بالاختيار الثاني راح اسوي رموف. فما احتاج اخواس. ليش? لانه مو مثل الانسرط. انا احتاج اقرأ كاركتر. واحتاج ادزل الى الانسرط. بس هنا انا استلعي دالة الريموف. وادزلها بس لكيو. فما دام عندي ستيتمنت وحدة للفور. هو ماكو داعي خليها بين اقواس. بس هنا الاف احتاج اخليها بين اقواس. ليش? لانه عندي كم ستيتمنت وحدة اثنيا ثلاثة مع للفور. بما دام اكثر من ستيتمنت احتاج اخليها بين اقواس. اذا راح يستدعي لي الريموف بقد عدد مرات التوتل اللي قراها من اليوزر. بقالي شنو? بقالي الاختيار الثالث. اختيار الثالث. اذا كان اربعة اصلا اذا كان اربعة ما راح يدخل بالوائل وراح ينفذ منه. راح ينفذ الريترن زيرو. ويطلع من البرنامج. بقد هذي هنا لازم اكرر حتى البرنامج يصير بي اكثر من تنفيذ. اقول اكثر. اقل ل انتر. another choice. انتر another choice. داخل اقص. ونهانa راح اقرى see in مره لاخلي اختل. حتى البرنامج يظل يكرر التنفيذ ماته الى ان اليوزر يدوس اربعة ويخرج من البرنامج. فهذا هو برنامج الكيو. خلي ننفذ ونشوف شين الاخطاء اللي عندنا. بكونوا عندي خطأ. هنا سترك كاتبها غلط استي يجي سترك صحيح خلي ننفذ عندي خطأ آخر هنا شنو عندي نعم بس عندي لازم أعدل هذا مدام أني لازم باي رفرنس بالبناء ما للإنسرت المفروض شنو عندي لازم أستقبل باي رفرنس وكذلك في دالة ريموف وعندي أيضا هنا الفورماتي تبدي من الواحد باعتبار واحد أصغر ويساوي التوتل فلسا خلي ننفذ ونشوف هذا هي أشاجر التنفيذ خلي نحاول نكبر الخط فهنا هنا عندي هاي الاختيارات إذا أريد أدخل عناصر إلى هذا الكيو يسألني كم عنصر تريد تدخل مثلا عنصرين نتذكر ترى إحنا ما الكيو مالتنا هو أربعة فراح أدخل عنصرين يقولي أدخل عنصر الاندكس ما تصفر مثلا خمسة وستة إذا أريد أطبع هنا أنا عندي الفور أيضا بها خطأ هل رح أصلحها لأنه طلب مني ثلاثة بالمفروض تبدي من الواحد حتى أصبح صحيحة خلي ننفذ أريد أدخل عناصر عنصرين أدخل العنصر رقم واحد خمسة عنصر رقم اثنين ستة إذا أطبعهم ألاحظ خمسة وستة إذا مثلا أريد أحذف اختيار الثاني هسا إذا أريد أحذف يقولي كم عنصر تريد تحذف مثلا واحد فالمفروض منه اللي رح ينحذف عندي قلنا هو الكيو رح يكون أول واحد دخل هو الخمسة بعدين الستة فالمفروض ينحذف الثمن الخمسة زيان هسا إذا أطبع المفروض منه باقي عندي بس الستة هسا إذا أريد أدخل مثلا ثلاث عناصر أقول لها لدخل ثلاثة مثلا أنا عندي ستة رح أدخل السبعة والثمانية والتسعة هسا المفروض شنو الكيو صار فول ليش لأن صار بي ستة وسبعة وثمانة وتسعة هو حجم أربعة إذن هو انترس فمن أريد هنا عندي هنا عندي أيضا بالبرنت عندي مشكلة لأنه ستة والسبعة والثمانية المفروض أيضا تكون عندي منه التسعة لازم تكون التسعة دعونا نشيك لبرنت فهنانا البرنت رح تكون أصغر وتساوي الرير حتى ياخذ كل العناصر نعيد التنفيذ بحنا دائما نختبر كل الحالات ونعدل على الكود حتى نوصل إلى الكود الأفضل مثلا رح أضيف ثلاث عناصر خمسة وستة وسبعة أريد أطبعهم خمسة وستة وسبعة إذا أريد أحذف اثنيا أحذف اثنيا مفروض يبقى عندي منه أعرض يبقى عندي بس السبعة هسا أريد أضيف مثلا ثلاثة رح أضيف مثلا هسا عندي السبعة رح أضيف لثمانية والتسعة وهنا أنا طبعا نضاف عندي فراغ هعيد التنفيذ مرة ثانية مثلا عنصرين الخمسة وستة أطبعهم هاي الخمسة وستة فسا هم أريد أضيف مثلا أضيف السبعة هنا كم عنصر تريد أضيف عنصرين السبعة والثمانية حسا صار عندي الاستاك بأربعة المفروض حسا الاستاك مليان يعني الاستاك بإذا أريد أعرضه بخمسة وستة وسبعة وثمانية وهو الـ size mata أربعة إذن مليان فإذا أريد أضيف مفروض يقول لي كم عنصر تريد واحد insert هنا يقول لي شنو الـ Q is full الـ Q عندي مليان إذا أريد أرضه هو خمسة وستة وسبعة وأربعة إذن ما راح يدخل لي أي عملية انستر باعتباره هو full إذا أريد أحذف خلي أحذف أربعة 2 ها من المنسي وانتو مرموف أريد أحذف أربعة فالمفروض استحذف أربعة فالمفروض يكون شنو فارغ فإذا أريد أطبع سيقول لي الـ Q is empty فإذا أريد أحذف من هذا الـ Q هس حاليا تختار اثنيا ها من المنسي وانترموه مثلا واحد هنا يقول لي ترى الـ Q هو ماتك فارغ ما تقدر تحذف أي عنصر تختار رقم أربعة راح يخرج من البرنامج فهذه هي الدوالة الأساسية والتعديلات على الكود احتمال أيضا بعد يحتاج تعديل إذا نجرب كل الحالات فأي الحكمة إنه نجرب كل الحالات ونشوف وانتظهر عندي مشاكل ونحاول نعدل على الكود هذا الـ Q اللي دا نحكي عليه كان هو الـ Q اللي شنو هذا الـ Q العادي يعني هذا الـ Q نحن منذ نضيف إليه هنا ننضيف A و B و C وبعدين راح نضيف مثلا D فهذا الـ RARE دا يزيد آخر شي ما راح يأشر راح يأشر هنا لأنه قلنا الـ RARE كل ما يضيف عناصر يزيد ومن أجي أحذف عناصر يعني إذا هسه اضفت أربعة الـ RARE جيس صار صار هنا أربعة وإذا قلت لأحذف لي أربعة الـ Front وين صار؟ أيضا صار هنا الـ Front أيضا صار هنا فهنا الـ RARE والـ Front صاروا بنفس المكان فهذا المفروض من أجي أضيف هو صح يعني ضاف الـ A والـ B والـ C والـ D وبعدين قلت لأحذف لي أربعة مفروض حذف الـ A والـ B والـ C والـ D وهنا قيمتهم متساوية فالمفروض هذا الـ Q فارغ حاليا أقدر أضيف بس حسب البرنامج ماتي من الـ RARE أضيف هنا بعد الـ RARE وصل للأربعة فمن الـ يضيف راح يزيد وين راح يضيف للخمسة والستة ورح يخرج بره حدود شنو الـ Q فلازم أكفت شيء شو راح يسوي من هاي تصير الحالة عندي لازم يرجع هذا الـ RARE لين يوصل لهنا حتى يجي يضيف لأنه انت ضفت أربعة وحذفت أربعة المفروض فارغ المفروض تقدر ضيف به حاليا بس انت بما أنه واصل إلى النهاية للـ SIZ فمن راح تقول لـ RARE بلاس بلاس راح يزيد للخمسة وهكذا ما راح يرجع للصفر فلازم تعدل على الكود نرجع على الصفر وهذا اللي يسموه شنو راح يسموه عندي سيركلر الـ Q اللي راح ناخذه في فيديو مستقل ترجمة نانسي قنقر